يشهد سوق قطع غيار السيارات في الجزائر في الأوينة الأخيرة ارتفاعا باهظا في الأسعار أرهق جيوب أصحاب المركبات القديمة خاصة يرجعه الخبراء لعدة أسباب أول شي هناك سببين رئيسيين سبب الأول أنه بعد جائحة كورونا سعر لوجيستيك صار دوبل يعني الأسعار صارت لكورونا كانوا يجيبوه ب3000 أورو و3000 دولار وصارت لعشرين ألف يعني الأثر بصفة مباشرة على أسعار قطع الغيار عدم تنظيم السوق ندرة قطع الغيار الأصلية إضافة إلى المضاربة كلها عوامل زادت من تأزم الوضع في ظل الحاجة المسة إلى هذه السلع استيراد في الجزائر وكذلك أن الدولة انتهجت سياسة تصنيع التي تدخل في صناعة سيارات منها صناعة قطع الغيار لأنه ما يمكنك تكون عندك صناعة سيارات والدولة تطلب بنسبة إدماج بدون ما تكون صناعة قطع غيار يعني لما يكون صناعة قطع غيار في جزائر لما يكون وكلاء معتمدون للعلامات يعني راح يتوفر قطع الغيار الأصلي هكذا راح يكون كين ثبات في الأسعار ورح يتوقف هذه المضاربات وهذا السعر الذي أصبح خيالي في قطع غيار السيارات عدم الاستقرار في تجارة قطع غيار السيارات في الجزائر يستوجب تدخل السلطات لوضع حد لهذه الوضعية وطمأنة أصحاب المركبات